عندنا أرقام عندنا أرقام ومرعبة في الحقيقة إحنا عندنا نسبة الأمية في الإناث 33 وشوية ونصف في المية بينما في الزكور 18 ونصف في المية يعني تقريبا البنات أكتر من الولاد بـ 50% في موضوع الأمية كمان لو عدد الأميين كلهم البنات تلتين العدد الإجمالي يعني عدد الأميين إحنا عندنا أرقام بتتكلم في حوالي 40% من المصرين فلو إحنا 90 مليون فإحنا بنتكلم في قد إيه يعني عدد مهول يعني عدد ضخم جدا حاجة و30 مليون لأن إحنا عندنا تقريبا الستات قد الرجالة فأنت بتكلمي أن التلتين الأميين في مصر من الإناث؟ من الإناث دي إحصائيات على فكرة من الجهاز المركزي وده سنة كم؟ إحنا عندنا لغاية 2013 كان زي ما بنقول 33.5% الإناث بينما 38 عسفة 18.5 الزكور 2007 كانت نسبة الأمية 30.1 من 10 وفي 2013 بقت 25.9 من 100 يعني لو هنلاحظ يمكن يكون 2013 فيه تقدم في العدد الإجماء في النسبة العامة للأمية للأمية لتحسن الأمية لكن طبعاً العدد بالنسبة للناس كبير 33.5% هل عندنا توزيع المحافظات؟ هشوفي بقى مثلاً دميات أقل مؤشر للتكافؤ بين الجنسين يعني ده حاجة قليلة يعني الدمية فيها أعلى الإسماعيلية مثلاً أعلى مؤشر للتكافؤ بين الجنسين في موضوع الأمية بمعناها أنها من المحافظات الكويسية جداً يليها المنوفية ثم الغربية وأسوان ودي حاجة غريبة جداً لأن إحنا عندنا النسبة مرتفعة في وجه إبلي لكن أسوان من المؤشرات الكويسة جداً ده معناها وده طبعاً تحية كبيرة لمحافظة أسوان أنه فيه تقدم حصل على مستوى المحافظة في تقليل من نسبة الأمية وعشان كده عايزين نعرف برضو ليه؟ ليه أسوان وصلت من المؤشرات الكويسة بينما سنين سابقة على 2007 كانت من المحافظات اللي هي متدنية فيما يخصها السعيد عموماً مؤشراته إيه؟ إحنا عندنا طبعاً بني سويف وعندنا الإنى وعندنا السهاج بني سويف وأسيوت ومطروح دي كانت برضو أقل فيه نسبة القيد فيه الابتدائي ودي مشكلة مشكلة كبيرة هنلاقي أنه الأمية بتتركز في وجه قبل أكتر من وجه بحر طبعاً المحافظات الحدودية لها ظرف خاص فمش بلاقي حصائيات كتير عنها فيما يخص التعليم ده معناه أنه عشان كده البنات أنا معظمهم كانوا من السعيد أو أصول وصول من السعيد أصول من السعيد وفيه أسباب كتيرة جداً بتقولينا ليه السعيد ما بيكملش تعليم ترجمة نانسي قنقر